أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن افتتاح مطار خليج نيوم الواقع في منطقة شرمى شمال المملكة وأوضحت الهيئة في بيان صحفي لها أن المطار قد تم ترخيصه من قبلها كمطار تجاري وأصبح جاهزا لاستقبال الرحلات التجارية بدءا من الأسبوع المقبل بعد أن تم الانتهاء من أعمال تطوير المرحلة الأولى له واعتماد تسجيله من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي آياتا في وقت سابق في الرمز NUM هذا وسيقوم مطار خليج نيوم في مرحلته الحالية بتسيير الرحلات المنتظمة لنقل المستثمرين والعاملين في مشروع نيوم